في مواكبة لفعاليات الدورة الواحدة والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار الظروف هنا ما شاء الله بكثرة لأنه النجاحات زادة كثيرة البارح تم تكريم مجموعة من الشركات سواء كانت أجنبية أو تونسية كانت رائدة في مجالها وكانت متميزة خلال سنوات الأخيرة معنا واحد من بين المكرمين سيمونير بوركوت أكيد تلاحظوا للاقب مش مية في المية تونسي مع أنو خليت مزيج قلي عرق لبناني على عرق تزيري على برش عروق توينسا هو صاحب مشروع وهو رئيس مدير عام لشركة اسمها سيلت مغين كولويد شركة ذيش نو تعمل تاخذ التحالب البحرية وتحولها إلى غذاء هكا تنجدون فمؤكدة سيمونير مرحبا بيك مرحبا بيك فقط مستخدمة الأمدرية في الأسترات الزائدة التي عريبا سوف أساسيب بكم في هذه المعينة وأن الثلاثة الأمدرية تستخدمة أساسيا ومستخدمة الواقع فنهادية المصطورية التي التي أتبعها فيها أكبر سمتعات لأية أحداث دخل معناية من أيضًا سمتعات من الغبائية باقربيتين من البلكية الى السمارة دخل في الأساتق في الوغم ومعناول وتزعات خلال الذي سببٰ معناة من البلدنا IKEA خلال عمل سمتعات من الأمرと思자들이 في حلقة مغروفية أنا أرساً في المغروفة في النجارة باكس مجد من مغروفة في الأساتق لمغروفين الأرساسية في النجارة أفضل الأسفل من الأسفل من المعارضة تونيسية ولكن أيضا في كل الأسفل من الأسفل وقتاً ، اليوم ، ماهو تم تلك تنصر برائع ونحن نتعب بشكل مستخدمين مدرسيين الأسفل نعم ، نحن نتكلم بشكل مدرسيح إنه نحن يقول أنه في كل مواد المسعين التي يستخدمونها ولكن نعم ، الأشياء التي سأخذها فربما أنهم لا يستخدمونها من أصل حيواني قال الجيلاتين مثلا فما المواد المصنعة الحيوانية وفما النباتية هو 30 سنة يخدم على التحالب البحرية مش منها هي ياخذ مكونات يزيدها للمواد الغذائية والمشروع متاعه سواء على المستوى المحلي التونسي أو على المستوى الأوروبي إلقاء نجاح في السنوات الأخيرة فكرة ممتازة برشا معني هتصور التحالب البحرية اللي هي من أصل نباتي والنباتية تتعوض الجيلاتين اللي هي غير منصوح بيها صحية قال منتو جيت ومشيت لأوروبا ولكن موجودة في السوق التونسية الحقيقة مشروعة بامتياز يعني بحافظ على الصحة وكيد انت ركزي دا عندك كحب الأتلاع والإهتمام فشنو استعملتها شنو المأكولات اللي نجمل القاوة في السوق اليوم اللي فيها التحالب البحرية اللي في السوق اليوم اللي في السوق اليوم المترجم للقناة حيث سوف تتخفت على نهاية العديد على نهاية واقع الخاصة كل الابوراطور. عندما تقوم بعمل باكترية الاجل الذي يمكن أن تتعلم إذا كنت مالات أو لا هو الاجل الذي يصبح من الالغة روزة تونزية آآ ذي معلومة من أفوهيش واحدة من أفوهيش مثلا. نترجموا. طويلت الحكاية جيدة. أنا سمعته حكي على الجبن حكي على المثالجات حكي قال ليشاركتوري هذيكا كل السلامي وغيرها من المواد اللي تستحق الجيلاتين تم تعويضها بالتحالة بالبحرية وقال زيدة اللي ذي الكل تم بالتعاون على الكفاءات التونسية مع هالتكنولوجيات البحار بسلامبو نعم. خليلك البقر. عام 1995 كما خلي هو يعني من وقتها بدأت البحوث وبدأ يبحث على استعمال هذي التحالب جي في زيارة مع فرنسي اللي هو زيدة بهد في التحالبة ذي الموجودة بكثرة في بلادنا لأنه بلادنا غنية بالتحالب البحرية خاصة الحمراء منها وركزنا هو على الحمراء كان التعاون مع معد تكنولوجيات البحار ثم 2018 كانت الانتلاقة فم معلومة اللي ربما لكنا ما كناش نعرفوها انه التحالب هذي الحمراء مش فقط نيخذوا منها بعض المواد اللي نتجدوها في الميكلة وانما ايضا نستعملوها في المخابر يقول يخذوا منها مش نستعملوها في البحوث العلمية وفي المخابر وعالمستوى العالمي تحالب البحرية خاصة الحمراء لديها سيد جيد وهي مطلوبة صحيح هل تحالب البحرية خاصة الحمراء ثم أصبح مستعمل حيث مرمان في الحياة، كاننت فعلية فهمة في اليومًا. أماملك، كان من المخلصن من المباريين، أخبأ أمر بات الأرجمية في تشكري وهو مغربي المال للحياة، فين الله سنجل، وأنا أطول في الأخصائرянة وكنت حذرات المصدر، إستخدام هذا اليوم، وقوى أغيرا. هذه تشكريت أنه يختفيس من ذلك، وهو فهو كيف مهمة القصور على السؤال، وبدو أولا، وبدو أنها مرأة. ولا هي أنه يعمل، وقد يفعلهم الذين يخفروا فهم، وهذا ما في حالة ، حيث سأواهير و الحقيقة هنا من ازيلة الهجب بعمل أضمن Pacix لأننا المدعين حل raisingها من الأولى لابنة روس لدينا اليوم في حالة 4.0 هل يستمر بها يستمل و لكننا لدينا أمور بعض الأساسية من المجأة لقدم استعمال تجارب ولغاية المترجم للقناة المترجم للقناة